السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الكوتش أسوكا حسان كوتش مؤدي في عدة إصدارات في مجال التفوق الدراسي والكوتشي الدراسي من بين الإصدارات التي نجح كبير الحمد لله التي هي الخطوة الذكية نحو التفوق الدراسي وأكسجين الطالب فيما يخص كل استراتيجيات أو الأداء الأفضل في يوم اختبارات الطلباء والطالبات موضوعنا اليوم في هذا الفيديو اللي قد نشوفو بويس كحناتنا عرفو رأى أيام زمان كانوا الاختبارات جزء من الحياة دينا وهذا يعني بإنه مجموعة ديال البحوث ديال الدراسات ديال الكتوب ديال النصائح اللي تتخطص بهذا الأيام ديال الاختبارات ولكن لا تتبعنا مع الستراتيجيات اللي أنا تيجوني في الجلسة مع الأباء والأمهات وتيجوني مع الطلبة بإنه تقولوا بيش ترفع من الأداء ديك بيش تكون أفضل فيهم اختبار باش تحصل على واحد تحصل اللي وتيكون جيد جيد جيدا لابد أن تتبع ثلاثة استراتيجيات كين استراتيجيات عقلية وكين استراتيجيات جسدية وكين استراتيجيات نفسية إحنا للأسف تركزوا إلى استراتيجيات العقلية وتنسوا الجسدية والنفسية هنا لركزنا على هذه الثلاثة وحاولنا ندير الاتزان بناتهم يكون على يقين أي طالب وطالبة أي تمكن من الأداء لأداء الجيد جيد جيد جدا خلال ديك الساعات دي الامتحان اللي هي يوم يومين تلتيم أي نحسبهم حنا واحدة ساعات قليلة تمانية وربعين خمسة وربعين موينة ساعات قليلة لدينا وهذه الساعات اللي تكون حرجة عن طلب وطاليبات باش يحصل على درجة أفضل بقوا معنا إن شاء الله بعد الفصيل غادي نرجعو باش نشوفو استراتيجيات لأداء أفضل في يوم الاختبار من الستراتيجيات المهمة المهمة اللي هي استراتيجيات الجسدية خاصة تكون عندي إلا ما كنت مرأة تكون علي يقين ما تكون عندي التركيز ما تكون عندي نفس جيدة باش نركز ذوق استراتيجيات الجسدية تقولو حيث الأكل أو تناول الطعام باعتدال ونتحاول نجنبو الوجبات اللي تدر بنا ثاني حاجة تلاحظوا بإنه في إيام تهيئة الامتحانة تلقوا بإنه مجموعة الطلبة والطالبات تكتروا من تناول مشروبات خاصة القهواء اللي تكون فيها تحتوي على مادة بمادة دي الكافية نحاولو نجنبوها أو تاني من الأشياء الأخرى اللي تلقوا فيها مشكلة تتضطرنا على صحتنا وقلة النوم نحاولو نحصلو على قسط كافي كافي من النوم نضيززيكم بخير من الأساسي يدخل من ناحية اللباس نحاولو نختار واحد المنابيس اللي مريحة فهمتي حتى نمشي امتحانات وكان لبرد تخصني نلبس شي حاجة اللي تتصخني كان صاد للبس شي حاجة اللي برده لانه هادو تتعتبرو من المشتتات الداخلية والخارجية حيط حنا على حسب القعاد للاختبار واشفية برد او سخونة حاجة اللي تتعطيني تأثير إيجابي على الدست ديالي هو التنفس بعمق على الأقرق ندخل الوكسجين لمدة 6 ثواني ونحاول نقف بين كل شعيق وزافير لمدة ديال 6 ثواني أخرى هاد الأشياء اللي هي مهمة بالنسبة للجسد ديالي والحرص كثير كثير على شبل المياه باش نتعزيز أداء ديال التنباغ لنصب حال واحد دراسة درس وحاول يوفر الماء في الممرات ديال ديال درسة الأقسى بنسبة تلامد وتلميذات ولقوا بإنه نسبة التركيز تدزت بكثرة ديال شرب الماء بعد ماشينا الاستراتيجيات الجسدية اللي مهم ما خسنا نبدو بها تنجيو الاستراتيجيات النفسية النفسية الداخلية بين ذلك التصوير اللي عند كل طالب وكل طالبة ذلك التفاؤل اللي عند كل طالبة وطالبة قصي يكون عندي واحد تصوير إيجابي قصي يكون عندي والدفاؤل بالآداء بإنه إن شاء الله ذلك الأداء يكون جيد في الامتحانات هاد 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 الإيجابية سبحان الله تتعطيني الطاقة أكثر وتنحاول نستوعب وديم مستقبل المشرق أمام الأعيون ديالي نحاول نحضر معي مجموعة ديال أدوات أدوات إضافية لأنه نقدر نستيل تيجي سلوات قدر مهمة نجنب التحدث مع أي واحد يتوطر 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 نحاول نتخلص من التوطر بالتنفس بطريقة صحيحة حيث يكون مع الصبع للأخ ندير التنفس بعم يكون على يقين مليت نتبع الستراتيجية هاني خلقت استراتيجية جسدي مزيئ استراتيجية العقلية لكي يكون هذا الدماغ مهي لأنه الدماغ صراحة ماشي بحال وحال رياضة أنا بتنبع لعب رياضة مرياضة تنبع تسخينات تشوف من خلاف فيلا بغيت تنبع واحد لك زمان تنبع لك 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 استراتيجية العقلية نحاول مراجعة جميع الأجوبة قاملة تسليم الورقة من استراتيجية العقلية اللي ضع استراتيجية الثلثة تجهل لدي استراتيجية الأولى الجسدية مهي مزي تجهل عندي استراتيجية النفسية إيجابية مزي نجيد إذا فالستراتيجية الثالثة اللي هي استراتيجية العقلية نحن سبحان الله حيث الدماغ راماشي بحاله بحال السبور إلا بيت نمارس واحد رياضة تندير تسخينات بخلافه إلا بيت ندير واحد تركيز أكثر اللي تيكون تركيز دهني عقلي غس ندير واحد ليستنخاء أول 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 شيء هو من تنقبط الورقة دي الانتهان تنقرى جميع الأسئلة وتنرتبها حسب السهولة ديالها والصعوبة ديالها باش نبدأ بالأسئلة السهلة لنات الأسئلة السهلة تتحفزني أكثر باش الدماغ ديالي يركز حيث نتكون ضروري متوتور لنا هذا عادي عند أي بشر نحاول نجاهل طلبة الآخرين في القاعة حيث يوقع داك كي جاكي امتحان سؤال صعيب سهل داكشي تيطر عليها نحاول نركز على الورقة ديالي كي يكتلكم ونقرأ الأسئلة ونرتبها حسب السهولة ديالها كاديك نجاهل دكت لارد تنقسم الوقت ديالي بما يناسب الأسئلة حسب الصعوبة ديالها تنقرأ تعليمات اللي كيني عندي في الورقة بكل تركيز تنجنب الوقوع في أي خطأ تنبقى في القاعة حتى انتهاء الورقة الوقت رسميا لأنه رغم ما يعطوش جزائزة اللي تفعتي الورقة نتاللول حيث ممكن انتام مع ذلك الضغط ممكن تنسى شي سؤال ممكن شي سؤال مركزتي فكتر ممكن تعودوا عد مراجعة جميع الأجوبة ليدرت قبل تسليم الورقة هذو استراتيجيات اللي انتمنا يشوفهم طالباء الطليبات انتمنا يشوفهم الأسار أبا والأمهات باش يحاولوا حيث حنا ما نقاوش ركسوحنا كأسار يعني لنا استراتيجيات العقلية نحاولوا نهي يقولهم استراتيجيات الجسدية وننوعوا بالأشياء نحاولوا نهي يقولهم استراتيجيات نفسية حيث ندسلت يجوا عندك جالسات أكترية تقول ليه لا بغيتي ترفع من الأداء ديلك مادة المواد تسير دي المدرسي ولكن احنا بنا نخدمو على حياة ديال الطليب في الحياة ديال مدرسي دياله وان شاء الله يكون عندو واحد مشروع اللي تيكون مشروع ديال الطليب اللي تيكون في مستقبل دياله نتمنى لكم استفادة كثير في هذا الفيديو أي تعليق فألف مرحبا ممكن جاوبوا عليه شجعونا باش نزيدوا أكتر وأكتر نتقاسم معكم كل ما نعرفه وشكرا اشتركوا في القناة